تسعى هيئة الطرق والمواصلات دوماً إلى تحقيق الريادة في مجال النقل والمواصلات لضمان غد أخضر مستدام وقد تجلى ذلك في تنفيذ مشروعي مترو وترامدبي الذين يعدان من بين الأفضل على مستوى العالم إذ يعملان على الطاقة الكهربائية وقد أتاح مترو دبي لسكان الإمارة وزائريها تجربة تنقل تتسم بالراحة والأمان مجنباً إياهم عناء الطرق المزدحمة في المدينة ويستخدم ترامدبي أحدث التقنيات لشحن خط السكة الحديدية أسفل الترام أثناء مروره مما يجعله أكثر أماناً وقد ازداد الاعتماد على كل من مترو وترامدبي كوسيلة نقل عام عوضاً عن السيارات الخاصة مما يسهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون كما يجري العمل حالياً في خور دبي على استبدال العبرات التقليدية التي تعمل على الديزل بأخرى متطورة صديقة للبيئة تعمل على الطاقة الكهربائية وسيتم استخدام نماذج أخرى من العبرات تعمل على الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي المضغوط أما مركبات الأجرة فسيتم تحويل نصف عددها إلى مركبات هجينة صديقة للبيئة بحلول عام 2021 تستخدم حافلات الهيئة محركات صديقة للبيئة يورو 4&5 التي تعمل على الديزل منخفض الكبريت للحد من تلوث الهواء وقد ساهمت التطبيقات الذكية بما تقدمه من خدمات متميزة في المحافظة على البيئة حيث وفرت على المتعاملين استخدام الوقود عند الذهاب إلى مراكز خدمة المتعاملين التابعة للهيئة كما ساهمت في الحفاظ على الأشجار التي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من أن يتم قطعها وتحويلها إلى ورق يستخدم في المعاملات يجرى استدال إشارات المرور بأخرى تعمل بتقنية المؤشر الضوي الموفرة للطاقة والتي تسهم في قفض البصمة الكربونية إضافة إلى ذلك يتم حالياً تنفيذ مشروع تجربي يهدف إلى استخدام مصابيح إنارة بهذه التقنية في الشوارع تحرص هيئة الطرق والمواصلات دوماً على تشجيع وتكريم الجهود المبذولة من أجل تحقيق مجتمع مستدام أكثر اخضراراً حيث يتم منح جوائز سنوية لأحدث الابتكارات والإبداعات تماشياً مع أهداف مبادرة الهيئة في تحقيق نقل مستدام لمستقبل أكثر إشراقاً واخضراراً